السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتنا القضايا بعد فشل مدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش وطارده من الإدارة عاموا بإحضار واليد الرجراغي والكل كان في انتظار اللاعبين والتشكيل الجديدة للمنتخب المغربي وأخيرا الصفحة الرئيسية للمنتخب الوطني المغربي تضع منشورا لللاعبين قبل البدء فضلنا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدين كذلك لا تنسوا إعجابكم بالمقطع لأن الإعجابات تساعد هذا المحتوى على الانتشار بشكل أكبر الصفحة الرئيسية للمنتخب الوطني المغربي تضع منشورا وتكتب عليه لائحة المنتخب الوطني لمباراتي أتشيلي والباراقوي الوديتين حيث سيكون في حراسة المرمى يسين بونو أنس زنيتي رضا التقناوتي ومونير القجوي وفي الأجنحة أشرف حكيمي نصير مزراوي حمزة الموساوي يحيا عطية الله وفي الدفاع أشرف ضاري سامي ميي جواد لياميق ورومان سيس وابادر بانون وفي الوسط يونس بالهندة سوفيان أمرابد يحيا جبران وعبد الحميد الصابيري إلياس الشاعير أمين حريت سليمة ملاح وعز الدين ونحي وفي الأجنحة حكيم زياش مونير الحددي سوفيان الرحيمي وعبد صامت الزلزلي وسكريا أبو خلال وسوفيان بوفال وفي الهجوم أيوب الكعبي رايان ماي يوسف نصيري ووليد شديرة هذه هي لائحة المتخب الوطني المغربي حيث الكل بدأ بإعجابه بالطريقة التي سيلعب بها أو باللعبين الذي أحضر وليد الرجراجي في هذه المبارتي الوديتين التي ستكون بين تشيلي وأيضا الباراغواي حيث الكل عبر في التعليقات وكتب أكب بن سليمان وليد الله يعطيك الصحة وأيضا أمول التعلقات اللهم يسر وأدام كتب ديمة مغرب كما أن البعض تساءل مثل إلياس حتيم حمد الله وعلمة استفاء وأيضا يوسف بوبا أعلق حمد الله وعلامة استفام وسنختم بتعليق أنا الصدوقي حيث علق وكتب كفا من القيل والقال والتدخل في اختيارات المدرب المنتخب المغربي تحت قيادة مدرب جديد كان عليه الإجماع من طرف كل الجماهير المغربية هو الآن محتاج للهدوء والتشجيع والدعم خاصة أن المونديال حال الأبواب وانتم اتركوا لنا عاراكم في التعليق وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية المقطع لا تنسوا للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر